اشتركوا في القناة 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 سبق مناقشتها في حلقات سابقة وبالتالي مش هنتعرض لها زي مثلا اسم النادي ورئيس جمعيته العمومية وزي تم انتخاب اللجنة العليا ومعيد انعقاد اللجنة والجمعية العمومية وغيرها وغيرها لكن في مواد لازم نتعرف عليها ونوضحها ونركز عليها لان المواد دي بتعكس فلسفة انشاء النادي الاهلي والهدف منه هو الاهلي ده اتأسس من اجل ايه؟ والمين؟ وايه الهدف من تأسيسه؟ ده اللي حنلاقيه في مواد الليحة اللي حنبدأها بالمادة التالتة اللي نصت على يقبل عضوا بالنادي موظفه الحكومة واعضاء نادي المدارس العليا وطلبت تلك المدارس بدون اقتراع وكل من يرشح بالطريقة المذكورة في المادة ستة وتقبله لجنة الإدارة المادة دي هنلاحظ انها مقسومة لجزئين الجزء الاول معناه واضح موظف الحكومة واعضاء نادي المدارس العليا ومعهم طلبت المدارس العليا اللي حتى مش اعضاء في نادي المدارس العليا دول يتم قبولهم فورا وبدون اقتراع يعني ايه بدون اقتراع يعني يتم قبولهم من غير ما يخدعوا للجنة تقيم قبولهم من عدم اللي يقدم يتقبل تلقاء الجزء التاني من المادة بيقول ويقبل كمان اللي بيترشح تبقى للمذكور في المادة الستة طب بتقول المادة الستة بتقول لا يقبل عضوا بالنادي من غير الذين ذكروا في المادة الثالثة الا بعد ان يرشح ويعضد باعضاء من النادي ويجب ان ترسل بالكتابة اسماء المرشحين وصناعتهم وعنواناتهم واسماء المرشحين والمعددين الى السكرتير ويجب ان تعلق اسماء المرشحين للانتخاب في محل النادي قبل الانتخاب بسبعة ايام على الاقل الانتخاب هنا يعني الاختيار معنى المادة انه بخلاف الموظفين وطلبة المدارس العليا لو اي حد تقدم لعضوية النادي لازم يتم تعضيط طلبه يعني اعضاء من النادي يوافقوا على طلبه الناس دي حيتم تعليق اسماءهم في روحة في النادي قبل يوم البت في قبول عضويتهم باسبوع على الاقل عشان الاعضاء يشوفوا الاسامي ولو حد من الاعضاء لاعتراض على اي اسم من الاسماء يبلغ سكرتير النادي ويتم بحث سبب الاعتراض طيب ازاي اللجنة العليا هتختارهم ده اللي نصت عليه البد السبع انتخاب الاعضاء يكون بطريق الاقتراع السري وهو من حقوق اللجنة الادارية ولللجنة ان تطلب من المرشح او المعدد بيانات اخرى عن الطالب ولا يجوز اعادة عرض اسم طالب سبق رفضه الا بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ الرفض يعني من حق اللجنة العليا تطلب بيانات اخرى عن طالب العضوية واللجنة تقوم بالبت في طلب العضوية يتقبله يترفض وده بيتم الدكتراع سري يعني من غير اعلان مين وافق ومين رفض ما احنا مش عايزين حساسيات ولا حيترف الطلبه مش من حقه يطلب العضوية مرة تانية الا بعد مرور سنة من الطلب الاول والمادة الرابعة حددت انواع العضويات قالت ايه بقى ينقسم اعضاء النادي كالآتي اعضاء دائمون يعني طول حياتهم اعضاء مقيمون بالقاهرة اعضاء مقيمون بالجهات اعضاء شرف عضو الشرف هنا هو كل عظيم بتقرر اللجنة الادرية اسناد هذا اللقب اليه لمساعدته للنادي مساعدة مالية او ادبية ولعضو الشرف الحق في الانتفاع بالنادي عضو الشرف خلاص زي معرفته المادة لكن ايه الفرق بين العضو الدائم والعضو المقيم بالقاهرة وعضو الجهات المادة الخامسة فصرت الفرق بين العضويات العضو المقيم بالقاهرة هو من يقيم بمدينة القاهرة او ضواحيها داخل دائرة كترها 15 ميل ومركزها دار البسطة العمومية والعضو المقيم بالجهات هو الذي يقيم خارجا عن هذه الدائرة والأي عضو ان يجعل نفسه عضوا دائما بدفع 20 جنيها مصريا يعني ببساطة اللي في القاهرة بديرة قطرها 15 ميل من دار البسطة العمومية يبقى عضو مقيم بالقاهرة غير كده يبقى عضو مقيم بالجهات والجهات هي كل المناطق خارج القاهرة في عموم مصر طيب ده هي المقاسات بتتأسس زي بين المحافظات العملية دي بتتم من داخل هيئة البريد في ميدان العتبة اللي احنا لسه قلين اسمها في القرار دار البسطة العمومية داخل هيئة البريد هنلاقي تمثال للخدو اسماعيل اللي انشئت دار البسطة العمومية في عهده وفي قاعدة التمثال ده هنلاقي موجود نجمة النجمة دي تعتبر مركز القاهرة ومنها بيتم إياس المسافات من القاهرة لكل أنحاء الجمهورية طيب الميل ده بيسوي كام بيسوي تقريبا 1.6 من 10 كم يبقى 15 ميل عبارة عن 24 كم تقريبا وعشان نبست الحكاة أكتر المسافة بين حلوان ودار البسطة العمومية بالعتبة 24 كم يعني اللي سكن في حلوان يعتبر مقيم في القاهرة وهكذا المسافة بقى لو أكتر من كده يعتبر عضو بالجهات أو خارج القاهرة العضو بالقاهرة والجهات عضويته مرهونة بدفع الاشتراك السنوي ما دفعش ما يبقاش عضو طيب لو عضو بالقاهرة أو الجهات عايز يبقى عضو دائم مدى الحياة يدفع 20 جنيه مرة واحدة ويبقى عضو مدى الحياة الحتة دي لدعم موارد الناتر 20 جنيه كان مبلغ كبير قوي في الوقت ده لكن مش كبير عالعضوية الأهلي مدى الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة